تاريخ اليهود من 1153 قبل الميلاد، وهو تاريخ وفاة النبي يوشع بن نون عليه السلام، إلى 586 قبل الميلاد، عندما سقطت مملكة يهود على يد البابليين، مليء بالأحداث المشوقة والمثيرة، مر هز التاريخ بثلاث مراحل رئيسية، اختلفت الآراء حول مدتها، فبعضها استمر قرابة قرنين، وأخرى تقارب أربعة قرون، أو قرناً كاملاً، وهذه المراحل هي المرحلة الأولى، عهد القضاط، المرحلة الثانية، عهد الملوك الأول، المرحلة الثالثة، عهد الملوك الثاني، والمعروف بعهد التظاهر والانقسام، الذي أدى إلى زوال ملك بني إسرائيل من فلسطين في هذا الفيديو سنجيب على الأسئلة المتعلقة بهذه المراحل الثالث، وأسباب تسميتها، وأسماء بعض القضاط والملوك في العهدين، وأسباب التظاهر والانقسام في العهد الثاني، فابقوا معنا حتى نهاية الفيديو، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، أنا رمضان ريدي، وهذه قناتي، الدفتر خانة عهد القضاط هذه المرحلة كانت البداية، بعد وفاة نبي الله يوشع بن نون عليه السلام، حيث استمرت حسب بعض المؤرخين قرنين، وأخرين قالوا أربعة قرون، والبعض الآخر قال قرن واحد، عرفت هذه الفترة باسم عهد القضاط، حيث كان القضاط هم الزعماء والقادة وشيوخ العشائر ورجال الحرب، الذين ينتخبهم كبار الشعب حكاما لبني إسرائيل عند الخطر، لم يكن لبني إسرائيل ملوك في تلك الأيام، بل كان كل إنسان يفعل ما يريد، ولم يكن هناك خلافة متتابعة بينهم، فقد يكون هناك أكثر من قاض في نفس الوقت، الرواية اليهودية في سفر القضاة تحكي عن هذه الفترة وتقول وأقام الرجب قضاة فخلصوهم من يدي ناهبيهم، سفر القضاة في الكتاب المقدس يعرض سيرة بني إسرائيل وأحوالهم، والنكبات التي أصابتهم، وضعف حكمهم على الأرض المقدسة، مما جعلهم في معارك دائمة ضد الوثنيين من أهل فلسطين، العماليق، وكان هذا العهد من أسوأ عهود بني إسرائيل، حيث انتشرت بينهم شط الرزائل والمنكرات، حتى أن بعضهم عبد الأصنام، وقتل الصالحين، وانتشر فيهم الزنا وغيره من الذنوب. النبي الصالح سنوائيل بن قانة، كان آخر القضاة في هذه المرحلة، وحاول إصلاح ما أمكنه من فساد بني إسرائيل، الذي استشرى بينهم وعظم أمره، خلال هذه الفترة تعرض بني إسرائيل لحرب العماليق من أهل فلسطين، وكانت نتيجة هذه الحرب أن العماليق بقيادة جالوت انتصروا على بني إسرائيل وأخذوا منهم تابوت العهد الذي يحوي الألواح وعصى موسى. هذه الهزيمة كانت نقطة تحول كبيرة في تاريخ بني إسرائيل، وزادت من إصرارهم على طلب ملك يقودهم ويعيد لهم كرامتهم وتابوتهم المقدس. ومن هنا بدأت مرحلة جديدة في تاريخ بني إسرائيل في فلسطين، والتي سماها المؤرخون بعهد الملوك الأول. عهد الملوك الأول أختلف المؤرخون في تحديد هذه الفترة قصابقتها، فمنهم من قال إنها من سنة 1095 قبل الميلاد إلى سنة 975 قبل الميلاد، وآخرون قالوا من 1020 قبل الميلاد إلى 922 قبل الميلاد، وهناك من قال من 1030 قبل الميلاد إلى 930 قبل الميلاد، لكنهم اتفقوا على أن هذه المرحلة شهدت تقوية بني إسرائيل، وتلخصت هذه الفترة بحسب الملوك الذين تولوا ملك بني إسرائيل، وهم ثلاثة. الملك طالوت بدأ الحكم وأسس الجيش، الملك نبي الله داود وحد المملكة وانتصر على الأعداء الملك نبي الله سليمان بنى الهيكل وعاش عصرا زهبيا وهنا نتوقف قليلا على وعد بفيديو جديد نكمل فيه تاريخ اليهود بداية من عهد الملوك الأول وقيام مملكة بني إسرائيل وحتى عصر الشتات فإذا كنت مهتما بهذا الموضوع فلا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وكتابة تعليقاتكم وآرائكم أسفل الفيديو دمتم في رعاية الله اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا وعلى طاعتك أعنا ومن رحمتك لا تحرمنا ومن شرار خلقك سلمنا اشتركوا في القناة